الرابطة التناسقية الذرات والأيونات الذرات متعادلة كهربائياً، وذلك عندما يكون عدد ما تحمله من شحنات موجبة، بروتونات، يساوي تماماً عدد ما تحويه من شحنات سالبة، إلكترونات. ولكن عندما تفقد الذرة أو تكسب الإلكترونات، فإنها تتحول إلى أيونات. فعندما تفقد الذرة الإلكترونات، فإنها تتحول إلى أيون موجب، لأن عدد البروتونات فيها أصبح أكثر من عدد الإلكترونات. أما عندما تكتسب الذرة الإلكترونات، فإن شحنتها السالبة تفوق شحنتها الموجبة، وبذلك تتحول إلى أيون سالب، لأن عدد الإلكترونات فيها أصبح أكثر من عدد البروتونات. تتحد الذرات كيميائياً عن طريق روابط مختلفة الأسماء والخواص بحيث تعتمد الرابطة الكيميائية على فرق السالبية الكهربائية بين الذرات حيث تعرف السالبية الكهربائية بأنها قدرة ذرة العنصر في الجزيء على جذب إلكترونات الرابطة الكيميائية ومن أهم تلك الروابط الكيميائية الرابطة التناسقية الرابطة التناسقية الرابطة التناسقية هي نوع من أنواع الروابط التساهمية بحيث تتكون نتيجة مساهمة ذرة مع الأخرى بزوج من الإلكترونات تسمى الذرة التي تقدم زوجاً من الإلكترونات بالذرة المانحة والذرة الأخرى تسمى بالذرة المستقبلة وتنشأ هذه الرابطة بين الذرات لتكوين جزيئات أو بين ذرة في جزيء وأيون أو بين ذرة في جزيء وذرة في جزيء آخر ومثال عليها الرابطة في أيون الأمونيوم أمثلة على الرابطة التناسقية يعتبر أيون الأمونيوم NH4+, مثال على الرابطة التناسقية حيث تشارك الأمونيا NH3 زوجاً من الإلكترونات في مدارها الأخير مع أيون الهيدروجين فكونت بذلك الرابطة التناسقية بحيث يتم التعبير عن الرابطة التناسقية بسهم يخرج من الذرة المانحة في اتجاه الذرة المستقبلة كما هو موضح ومن الأمثلة على الرابطة التناسقية أيضاً أيون الهيدرونيوم H3O+, حيث يشارك جزيء الماء زوجاً من الإلكترونات مع أيون الهيدروجين فتكونت بذلك رابطة تناسقية ونعبر عنها كما ذكرنا بسهم يخرج من الذرة أو الجزيء المانح أي من جزيء الماء باتجاه الأيون المستقبل أي أيون الهيدروجين الفرق بين الرابطة التساهمية والرابطة التناسقية في الرابطة التساهمية يشارك كل جزيء أو ذرة بإلكترون أو أكثر أما في الرابطة التناسقية فإنه يوجد ذرة مانحة لزوج من الإلكترونات أو أكثر وذرة مستقبلة بحيث يتشاركان الإلكترونات التي تمنحها إحدى الذرات للأخرى ترجمة نانسي قنقر